بالتالي فالمحيط هو طول الخط المغلق الذي يحيط بالمضلع أو بصفة عامة بأي شكل هندسي عندما نتكلم عن المضلع فإن المحيط الذي نرمز له بيبي يساوي مجموع قياسات أضلع هذا المضلع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حصتنا البنائية ستكون مع درس من دروس المستوى الثالث محيط المربع والمستطيل والمتلت الأهداف أولاً تعرف مفهوم المحيط ثانياً تعرف قواعد حساب محيط المربع والمستطيل والمتلت وتوظيفها لحل وضعية مشكلة فلنبدأ على بركة الله بتقوين تشخيصية مؤتنائه تذكيل متعلمين بخصائص الأشكال الهندسية وأهمها المضلعات إذن ما هو المضلع؟ المضلع هو الشكل هندسي يتكون من أضلع أو يحتوي على أضلع إذن ما هي المضلعات التي تعرفنا عليها بالمستويات السابقة؟ أولاً هناك المضلعات الربائية منها المربع والمستطيل من خصائص المربع أنه يحتوي على أربعة رؤوس أربع زوايا قائمة وأربعة أضلع متقايسة الضلع باللغة الفرنسية يسمى كوتي لذلك غالباً ما نرمزه لقياس أحد أضلع المربع بسي من خاصية المستطيل أنه أيضاً يحتوي على أربعة رؤوس أربع زوايا قائمة وأربعة أضلع ضلعان كبيران متقابلان ومتقايسان وضلعان صغيران متقابلان ومتقايسان الضلعان الكبيران يعبرنا عن طول المستطيل ونرمز له بغرانتال نسبة إلى مرادف كلمة طول بالفرنسية لونغغ والعرض نرمز له بتتال نظراً لأن مرادف الكلمة بالعربية هي لغجغ هناك أيضاً المتلت وهو مضلع ثلاثي يحتوي على ثلاثة رؤوس وهناك نوعين من المتلتات متلت يحتوي على زاوية قائمة ويسمى متلت قائم الزاوية ومتلت آخر لا يحتوي على زاوية قائمة ننطلق مع وضعية البناء والتي سوف نتعرف من خلالها مفهوم المحيط أحسب طول السلك الحديدي اللازم لتسييج حضيرة على شكل مضلع رباعي A, B, C, D فرضاً أن لدينا حضيرة رباعية الأضلع نأخذ سلك حديدي ونقوم بإحاطة الحضيرة ثم ندون قياسات كل ضلع مثلاً هنا هذا الضلع احتاج قياس 13 متر الضلع A, D احتاج قياس 10 متر الضلع D, C احتاج قياس 18 متر قياس الضلع B, C احتاج 16 متر إذن نريد أن نحسب طول هذا السلك الحديدي وبالتالي فإن طول السلك الحديدي هو مجموع قياسات أضلع المضلع الرباعي A, B, C, D طول السلك الحديدي هو A, B زائد قياس الضلع B, C زائد قياس الضلع C, D زائد قياس الضلع A, D أو D والتي تساوي إذن A, B 13 متر زائد B, C 16 زائد C, D 18 زائد A, D 10 والتي تساوي 57 متر هو طول السلك الحديدي وبالتالي نلاحظ أن طول هذا السلك الحديدي هو طول الخط المغلق الذي يحيط بالحاضرة التي هي عبارة عن مضلع رباعي هذا الطول يمكننا أيضا أن نعبر عنه بمصطلح آخر إذن الطول يحيط بالمضلع نعبار عنه بمحيط المضلع أو محيط الشكل الهندسي ونرمز للمحيط بباي نسبة إلى اسمه بالفرنسية le périmètre وقياس محيط مضلع هو مجموع قياسات أضلعه عندما نقول مضلع سواء رباعي ثلاثي خماسي سداسي وكمثال جلسي mضلع له خمسة أضلع يعني مضلع 5 قياس محيطه مجموع قياسات أضلعه إذن الطلع الأول زائد قياس الطلع الثاني زائد قياس الطلع الثالث زائد قياس الطلع الرابع زائد قياس الطلع الخامس وبالتالي فالمحيط هو طول الخط المغلق الذي يحيط بالمضلع أو بصفة عامة بأي شكل هندسي عندما نتكلم عن المضلع فإن المحيط الذي نرمز له بيبي يساوي مجموع قياسات أضلع هذا المضلع ننتقل مع الوضعية الثانية والتي سوف نتعرف من خلالها قواعد حساب محيط كل من المربع والمستطيل والمتلت يريد فلاح إحاطة حقوله الثلاثة بسلك حديدي ألاحظ ثم أحسب طول السلك الحديدي لكل حقل وأستنتج قاعدة حساب محيط كل شكل هندسي إذن كما نلاحظ أن هذه الحقول عبارة عن مضلعات إذن هنا لدينا مربع مستطيل ومتلت حساب طول السلك الحديدي لكل حقل يعني حساب محيط كل شكل هندسي نبدأ بالمتلت إذن كما قلنا سابقاً أن قياس محيط مضلع هو مجموع قياسات أضلعه يعني أن لدي طول السلك الذي هو بي يساوي 11 متر زائد 6 متر زائد 10 متر تساوي 27 متر انطلاقاً من هذه القاعدة نستنتج قاعدة حساب محيط المتلت والتي تساوي مجموع قياسات أضلعه كمثال لدينا هنا محيط المتلت يساوي قياس الضلع الأول زائد قياس الضلع الثاني زائد قياس الضلع الثالث بالنسبة للمستطيل إذن قبل حساب طول السلك الحديدي الذي سوف نحيط به هذا المستطيل يجب أن نستحقر خصائص المستطيل إذن المستطيل لديه ضلعان كبيران متقابلان وأيضاً متقايسان يعني أن قياس هذا الضلع يوافق أو نساوي قياس الضلع الذي يقابله يعني عشرون متر ويحتوي أيضاً على ضلعين صغيرين متقابلين ومتقايسين يعني أن قياس هذا الضلع يوافق قياس الضلع الذي يقابله يعني أنه يساوي أيضاً عشر متر نقلنا بأن الضلعين الكبيرين يمثلاني الطول والضلعين الصغيرين يمثلاني عرض هذا المستطيل إذن لحساب طول السلك أو محيط هذا المستطيل لدينا طريقتين الطريقة الأولى سوف نعتمد على قاعدة حساب محيط مضلع وهي مجموعة قياسات أضلعه بي تساوي عشرون زائد عشرة زائد عشرون زائد عشرة إذن تساوي ستون متر وهي طول السلك الحديدي الذي نحتاجه لإحاطة هذا الحق عشرون هنا تمثل لنا قياس الطول زائد عشرة التي تمثل قياس عرض المستطيل الكل مضروب في إثنان وبالتالي نستنتج قاعدة حساب محيط المستطيل إذن قياس محيط المستطيل هو مجموع قياس طوله وعرضه مضروباً في إثنان نمر لحساب طول السلك الحديدي اللازم لإحاطة حقل على شكل مربع إذن نرى أن هذا المربع أحد قياس أضلعه هو خمسة عشر متر ونحن نعلم أن أضلع المربع جميعها متقايسة يعني هنا لدي خمسة عشر متر أيضاً هنا خمسة عشر متر هنا أيضاً خمسة عشر متر وهنا خمسة عشر متر لحساب محيط المربع لدينا أيضاً طريقتين طريقة الأولى وهي نستحضر قاعدة حساب محيط مضلع بشكله العام وهي مجموع قياسات أضلعه إذن لدينا طي تساوي خمسة عشر زائد خمسة عشر زائد خمسة عشر زائد خمسة عشر تساوي ستون متراً الطريقة الثانية وهي نستنتجها من الطريقة الأولى بحيط نلاحظ أن خمسة عشر تتكرر أربع مرات ونكتب خمسة عشر ضرب أربع خمسة عشر تمثل لنا قياس أحد أضلع المربع التي ننزلها بي سي مضروبة في أربع وهذه هي قاعدة حساب محيط المربع قياس محيط المربع يساوي قياس طول ضلعه مضروباً في أربع نمر للوضعية الثالثة والتي نوظف فيها قواعد حساب محيط المربع والمستطيل والمتلت في حل وضعية مشكلة أحسب قياس طول الطلع الملون بالأخضر في كل حالة إذن في كل حالة لدينا هنا قياس المحيط وقياس أحد أضلع المضلع والمطلوب هو أن نحسب قياس طول الطلع الملون بالأخضر إذن نبدأ بالمستطيل نستحضر قاعدة حساب محيط المستطيل التي تساوي الطول زائد العرض مضروبة في إثنان إذن طول هو الطلع المراد البحث عنه العرض هنا لدينا يساوي ستة والمحيط الذي يساوي إثنان وثلاثون ديسيمتر إذن هذا يعني أن الطول زائد العرض الذي هو ستة ديسيمتر مضروب في إثنان يساوي إثنان وثلاثون إذن هذا العدد ستة زائد عدد يعطينا عدد نضربه في إثنان وثلاثون إذن نحاول هنا أن نقوم بعملية الضرب كالتالي إذن عدد نضربه في إثنان ويساوي إثنان وثلاثون إثنان في واحد تساوي إثنان إثنان في واحد تساوي إثنان إذن هذه ليست إثنان نسمي ربما تكون إثنى عشر إذن إثنان في ستة تساوي إثنى عشر نكتب إثنان ونحتفظ بواحد إثنان في واحد تساوي إثنان زائد واحد تساوي ثلاثة إذن هنا لدينا ستة عشر إذن طول زائد العرض يساوي ستة عشر مضروف في إثنان يساوي العدد إثنان وثلاثون وبالتالي الطول زائد ستة يساوي ستة عشر يعني أن هنا الطول يساوي عشر دي سي متر بنفس الطريقة نستعملها لإيجاد قاس الطلع الأخضر إذن هنا لدينا مربح قياس ضلعه نرمزل هنا بالسي محيطه هو عشرون دي سي متر نكتب قاعدة حساب محيط المربح وهي بي تساوي قياس أحد أطلاعه مضروبا في أربعة على اعتبار أن جميع أطلاعه متقاييسة إذن عدد أو السي في أربعة يساوي عشرون إذن ما هو العدد الذي نضربه في أربعة ويساوي عشرون هو العدد خمسة إذن السي تساوي خمسة دي سي متر وهو قياس الضلع الأخضر أمر للمتلت كما نعلم أن محيط المتلت يساوي مجموع قياسات أطلاعه إذن لدينا عشرة زائد ستة دي سي متر زائد الضلع المراد البحث عنه يساوي أربعة وعشرون دي سي متر يعني أن ستة عشر زائد قياس الضلع الأخضر يساوي أربعة وعشرون إذن ستة عشر زائد عدد يساوي أربعة وعشرون هو العدد تمانية وبالتالي قياس هذا الضلع هو تمانية دي سي متر وبذلك نأتي إلى نهاية حصتنا البنائية نلقاكم على خير في درس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته